اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك مرحبا أيها الأطفال الحمد لله كيف حالك يا عبد الحيوى عبد الله الحمد لله سوف نتحدث اليوم عن الأطفال عن قصة الهدود مع سيدنا سليمان كان سيدنا سليمان يحكم الجنة والإنس وأيضا الحيوانات وفي يوم من الأيام بحث عن الهدود فلم يجد وأخبر الناس من حوله ولكنهم أيضا لم يعرفوا إلى أين ذهب وعندما أتى الهدود إلى سيدنا سليمان سأله سيدنا سليمان عليه السلام أين كنت أيها الهدود؟ أين كنت أيها الهدود؟ فقال له أنني كنت في بلد يسمى ثبأ وثبأ هو بلد في اليمن قال أن ذلك البلد تحكمه امرأة لها عرش جميل وكبير ولكنهم يا مولا يا سليمان عليك السلام لا يعبدون الله يعبدون الشمس ماذا كانوا يعبدون؟ السمس ماذا كانوا يعبدون؟ يا عبد الحي ماذا كانوا يعبدون؟ الشمس ماذا؟ الشمس كانوا يعبدون الشمس ولم يكونوا يعبدون الله فقال له إذا خذ رسالتي هذه إلى بلقيس كان اسم الملكة بلقيس وادعوها إلى الإسلام وبالفعل أرسل لها الرسالة فأرسلت له عدة هدايا ولكنها لم تسلم ولكن سيدنا سليمان أعاد لها الهدايا ولم يقبلها منها وقال لا إن لم تأتيني أنت مسلمة أنت وقومك سأتيك بجيش أوله عندي وآخره عندي وعلمت أنه ملك عظيم وأن كلمته مسموعة وأن ما أتى به من كلام عن الله هو أمر بديهي أن تكون الملكة ذكية وقوية مثلها لذلك علمت أنه نبي الله وأتت إليه وعلم أنها عندما أتت إليه طلب من أحد الأشخاص أن يحضر لنا له ماذا عرشها وعندما أتى بالعرش وعندما أتى بالعرش يا عزائي يا عبد الله حاول أن يغير فيه قدر الإمكان فلم تعرفه وبعد ذلك أسلمت وتذوجها سيدنا سليمان وأتى منها بعدة أطفال والهدهد من الحيوانات الجميلة وهو نوع من الطيور ما رأيك أن تقول لنا قصة الهدهد بأنشودة حفظناها في المدرسة معا يا بني قلها لي يا عبد الله قال الهدهد لسليمان قولا سجل على القرآن ما من تدلي إني عدلي تدلي جوتم سبعا بأيان كتشهدت بعيني رأسا أقوى من شرر السمسي عبدوها من نون الله هذا فعل ما والضع تأمل معنا يا مسلم سوف يفكر هذا جد أن نعقل أرضنا الله أنسي وكل العالم يجدع جزيزي قهو وصوره حانا قوة مع مدجة وطبيعة طيئة قبل أن نقرأ بيك داونا الله أكبر شكرا لك يا عبد الله إذن قل للأطفال أن يشتركوا في القناة ولا ينسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبهم المقطع واطلب منهم أن يحفظوا هذه الإنشودة عن الهدهد مع سيدنا سليمان قل للأطفال إلى اللقاء يا عزيزي إلى اللقاء إلى اللقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وإنشر المقطع ليعمل الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر